كان هناك تصريح قبل أيام لوزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ محمد الصباح ذكر أن لدينا رغبة شعبية كبيرة في الاتحاد هنا حديث في الكويت مثل كل دول خليج عن الحكومات الخليجية من أنها بطيئة في تنفيذ الاتحاد هذا يعطي التزام للحكومات بالقيام بهذا الاتحاد لأنه رغبة شعبية كبيرة اتحاد الخليجي رغبة شعبية كبيرة مع كل التقدير لشيخ محمد الصباح وحنكته وهو أستاذ في كبريات الجامعات ووزير سابق ونحترمه وعزيز عليه لكن إن كانت هناك رغبة ويمكن عامل رصد الدكتور شيخ محمد الصباح للشارع الكويتي يمكن أنه عنده وسيلة استبيان ولكن أنا أعتقد الشعب الكويتي اليوم ولله الحمد بعد أن تنفسنا الصعداء بعد أن أجهضت فكرة الاتحاد ولله الحمد وأحيي جلالة السلطان قابوس اللي كان واضح وصريح في إعلان موقفه برفض الاتحاد وهكذا موقف سمو الأمير الله يحفظك اللي كان رئيساً للقمة وأدار الاجتماعات ولله الحمد ومر على هذا الموضوع لأن مستحيل شيخ محمد يعرف الاتحادات دائماً أين كانت أشكالها كان يقول أكو رغبة شعبية كبيرة أين كانت أشكالها من هو من الشعب يرغب وين الدول اللي وضعت من هو من الشعب يرغب في اتحاد مع أي جهة أنا أقول لك دعنا أقول لك إليس سأل السؤال دعنا أ schemes ساد عمار دعنا أبي السابق الفاضل وليد الطبطباي تسأل لك مثال أنا أعطيك مثال واحد أنا حوي центр الاتحاد الخليجي أقول لك Politik وين الشعب تقول لي وليد الطباطي واحد من الشعب واحد من الشعب يمثل شريحها معينة يعمgers وين فاضي هذا هذا فاضي يا حبي يحبي لحبي قضايف يرمي في سوريا وين وين ههم محبي عايلينا عثر من سوريا بعد الحين تقول وليد مرحباً وأنا قاعد أعطيك مثال تقاعد تقول ماكو واحد عندها الفكر لا تستهد عليه لا لا راح أستند لأنني قبل شوية إذن ذكرت موضوع عمان هو كتب الاتحاد الخليجي ضرورة فإن انضمت عمان فأهلاً وسهلاً وإن لم تأتي مع السلامة والقلب داعي لها حبيبي يا سيد عمار الموضوع ما راح الاتحاد الخليجي ضرورة وما راح يوقف على عمان لا 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 ليس ضرورة مركب الاتحاد الآن الاتحاد الخليجي إذا ما صعدنا هذا المركب فسنتنازل عن ديمقراطيتنا ودستورنا وحقوقنا ومكتسباتنا وليش ما عندنا مشكلة إحنا لا عندنا مشكلة مع دول العالم ولا أمريكا ولا أوروبا ولا إيران ولا العراق إحنا ما عندنا مشكلة في دول خليجية كالسعودية عندها مشكلة فليش أركب مركبه مانا الاتحاد الخليجي إنت لا ترى ضرورة لكنك في تصريح آخر تدعو إيران للانضمام لما يشتعون هذا شكل آخر إذا ما جينا نبي فعلا نطمئن يعني الهاجس الأمني اللي موجود حتى في القمة اللي أقيمت مؤخرا قمة القادة ترحيب في الاتفاق النووي اتفاق جينيب وهدانة لبعض المواقف الإيرانية أحسنت وفي المقابل الهاجس الأمني العسكري تشكيل قيادة مشتركة انتربول خليجي في خوف مبين الهاجس العسكري الأمني مسيطرة أدري ما أنت في البداية رتب بيتك الداخلي الخليجي وبعدين انتقل إلى إيران ليش تبتدخل إيران وأنت إلى الآن ما رتبت بيتك الخليجي اليوم ليش ما أدخل عشان أرتاح أقول يوبا يا إيران كما لما كنا وفد برلماني كويتي رح نزرنا برئاسة الأخ الفاضل الزميل أحمد المليفي الله تكبر بالخير رأس وفدنا رحنا إيران قلنا لهم يوبا احنا خلقين قولولنا طمنونا واحد اثنين ثلاثة أربعة وصرنا نتحاور مع القيادات ومع مجلس الأمم ومع كل من التقينا فيه من القيادات الإيرانية الحكومة تقدر بعد أن تصلها الاطمئنانات والاتفاقات بالتأكيد بالأخير بالأخير ممكن أن نتوسع بشكل الاتحاد لازلت لازلت